أم سعيد تقول يعني في شباب الآن أعمارهم كبيرة تقول بدا يتذكرون أيام الماضي عند الجيران يعني يسرقون حلاو يسرقون شيء من الشيات الصغيرة تقول الآن ندمانين ماذا يعملون أم سعيد بارك الله فيك إذا كانوا صغار قبل البلوغ ما عليهم شيء إن شاء الله ما عليهم شيء لأن ما جرى عليهم القلم صحيح يضمنون الأشياء اللي لها قيمة من أموالهم أو أموال ولي أمرهم اللي هو أبوهم مثلا يضمنونها إذا سرقوا أو أتلفوا شيء لكن من حيث الإثم ما عليهم شيء أما إذا كانوا بالغين لا يضمنون مع الإثم يضمنون مع الإثم هذا في الأشياء اللي ما يتسامح فيها الناس أما الأشياء اللي يتسامح فيها الناس مثل تمر مثل حلاو يعني الأشياء البسيطة هذه هذه الله عز وجل أذن بها أذن الإنسان أن يأكل من بيت صديقة من دون استئذام منه مثلا الأشياء التي يتسامح بها الناس يعني الناس مثلا يقولون والله لو جاء دخل شخص وأخذ له تمرة تمرتين ولا كذا وأكلها ما هيقولون ولا دخل على الفاكهة خذ له شيء من الفاكهة وخرج فيه ما عليه شيء ما عليه شيء فإذا كانت الأشياء اليسيرة اللي يتسامح فيها الناس ما عليهم شيء أما والله تقولين لا أشياء كبيرة وغالية وهم كانوا بالغين أو غير بالغين لا يضمنونها يرجعونها إلى يعني الجيران بصورة أخرى يعني هدية مثلا شيء من هذا القبيل بارك الله فيك وفيهم